بسم الله الرحمن الرحيم فيما يلي مقررات الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء بتاريخ اليوم المصادف 28 شباط عام 2023 توجهات السيد رئيس الوزراء وجه السيد رئيس الوزراء جميع السادة الوزراء بالالتزام بالمنهاج الوزاري والعمل على تنفيذ كامل مضامينه بعيدا عن اي اجتهادات التأكيد على ضرورة ان يكون جدوى الاعمال الوزير فيما يخص خطط المشاريع والبرامج متوافقا مع الاولويات التي وضعتها الحكومة في منهاجها الوزاري اكد السيد رئيس مجلس الوزراء على قيام جميع الوزارات وجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنفيذ الحرفي لحزمة الاصلاحات الخاصة بشريحة المتقاعدين التي اطلقتها الحكومة قبل ايام وجه السيد رئيس الوزراء بضرورة ابعاد الوزارات ودوائرها العامة في بغداد والمحافظات عن التدخلات الحزبية من اي جهة كانت والالتزام بالاستقلالية بالعمل الوظيفي وفي اتخاذ القرارات جدد السيد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته السابقة للسادة الوزراء بضرورة ارسال تقارير دورية تتضمن اهم الاجراءات التي اتخذت لمكافحة الفساد في وزاراتهم مقررات مجلس الوزراء استنادا الى التوجيهات المستمرة للسيد رئيس مجلس الوزراء نحو معالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد وبناء على مقررات سابقة لمجلس الوزراء وما تمخض ايضا عن الاجتماع الذي عقده سيادته مع الوزارات والجهات المختصة في شهر شباط المنصر ومن اجل تسهيل تنفيذ مشاريع الطرق والمجسرات وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروعي فك الاختناقات المرورية في بغداد المرحلة الاولى وتدقيق التصاميم والاشراف والمراقبة لمشروع فك الاختناقات المرورية في مدينة بغداد المرحلة الاولى من تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية المتعلقة بمتطلبات ادراج المشروعات على ان تتحمل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة مسئولية صحة اجراءات التعاقد وسلامتها عند اصدار التعليمات اقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة التي تتضمن تخويل مدير عام شركة غاز الجنوب صلاحية توقيع الاتفاقية التمهيدية لمشروع تطوير حق الغاز بن عمر مع الاخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء في قيام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء باعداد مشروع تعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم اثنيا لسنة 2016 بما يفيد عدم شمول الشهداء باجراءات المسائلة والعدالة وشمول عوائل الشهداء من البيشمرقة والأجهزة الأمنية في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان في قانون المؤسسة المذكور آنفا وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب وإحالته إلى مجلس النواب وذلك استنادا إلى أحكام المادتين واحد وستين البند أولا ثمانين البند ثانيا من الدستور مع الأخذ بعين الاحتمام توصيات مجلس الدولة ورأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك ملاحظات عدد من أعضاء مجلس الوزراء التي دونت خلال جلسة الاجتماع التي ناقشت مشروع القرار بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار لبعض المواد في الأسواق المحلية والتخفيف عن كاهل المواطنين فقد وافق مجلس الوزراء على إلغاء إجازة الاستيراد للمواد الضرورية لحاجة المواطنين وبحسب الآتي أولا إعفاء البضائع والسلع كافة الواردة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية من إجازة الاستيراد باستثناء المواد المدرجة في أدنى وذلك للضرورات الأمنية والصحية والخطرة ذات الاستخدام المزدوج بين قوسين المواد المقيدة وهي كالآتي أليف المواد الطبية كافة من أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومختبرية وسلائف كيميائية ومواد أولية خاصة بالمصانع العراقية اثنين شمول المواد كافة القاضع لضوابط منح واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات الألكترونية ذات الاستخدام الأمني والاستخباري بإجازة الاستيراد الثلاثة شمول المواد الكيميائية المزدوجة الاستخدام والمواد الخطرة كافة أربعة الإسمنت الأبيض خمسة المنتجات النفطية بأنواعها ستة الألبسة العسكرية والأسلحة سبعة غاز الفريون ثمانية أجهزة الهاتف النقال تسعة حليب الأطفال الطبي عشرة البذور والتقاوي إحدى عشر الأدوية البيطرية والمبيدات إثنى عشر السقائر ثلاثة عشر المواد المستعملة حسب آلية استيراد المواد المستعملة في وزارة البيئة رابع عشر الحيوانات الحية ثانيا تأكيدوا إخضاع البضائع والسلع كافة إلى إجراءات الفحص المسبق وفق آلية المتبعة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وكذلك إجراءات فحص المحاجر الزراعية والبيطرية في المنافذ الحدودية الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة مراكش لتسيير النفاذ في المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات التي دخلت في حيز النفاذ في 39 عام 2016 وأحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين 61 البند أولاً و80 البند ثانياً من الدستور إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بحسب الآتي أولاً إقرار الحقيبة الوطنية للتعامل مع المواد النووية والإشعائية المتضمنة الستراتيجيات الثلاث المدرجة في أدناه المعدة من اللجان المؤلفة بموجب الأمر الديواني 73 لسنة 2019 التي أقرها الفريق المؤلف بموجب الأمر الديواني 78 لسنة 2018 أليف الستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات المشعة بين قوسين المحدثة باء آلية معالجة النفايات المشعة وطرقها جيم ستراتيجية معالجة النفايات المشعة طبيعية المنشأ بين قوسين نورم ثانياً يدرس كورس الفيزياء الصحية في معهد الطب الفني وقسم التلوث الإشعاعي في معهد تكنولوجيا كما أقر مجلس الوزراء التوصيات الخاصة باستيراد أسمدة اليوريا والداب والتي تضمنت واحد الغاء العمل بإجازات استيراد أسمدة اليوريا والداب ثانياً السماح لشركات القطاع الخاص والمختلط المعنية بالنشاط الزراعي والمكاتب الزراعية المجازة رسمياً والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية باستيراد أسمدة اليوريا والداب بدون إجازة استيراد ثلاثة السماح بإدخال أسمدة اليوريا والداب من خلال المنافذ الحدودية طريبيل زرباطية ومقصر ومن إقليم كردستان عبر سيطرة السد في نينوى وسيطرة دارمان في كاركوك وفقاً للضوابط المعمول بها أربعة إجراء الفحوصات الكيميائية والإشعاعية من قبل الأجهزة المختصة خلال 48 ساعة في المنافذ الحدودية خمسة ابقى عملية متابعة نقل الأسمدة من المنافذ الحدودية والسيطرات كافة إلى المخازن من قبل قيادة العمليات المشتركة وجهاز الأمن الوطني ستة تتولى مستشارية الأمن القومي وضع آليات تنظيم عملية الخزن للأسمدة ومراقبة توزيعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كما صادق مجلس الوزراء على توقيع مبادئ التعاون حول الطاقة في العراق المرحلة الثانية بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال ألكتريك أنترناشنال إنك وقيام وزارتي التخطيط والمالية بإدراج المشروعات وفقا للأولويات وعلى سنوات متعددة وتوفير التخصيصات والتمويل اللازم للمضيب المشروعات المطلوب تنفيذها وفقا لما جاء في مبادئ التعاون وخول المجلس وزير الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضيب التنفيذ استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة الثلاثة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ثنيا لسنة 2014 بما يضمن صرعة الإنجاز وتحقيق الهدف المرجو من توقيع مبادئ الإعلان أو مبادئ التعاون مع شركة جنرال أليكاترك بهدف تغطية نفقات مبادرة تأهيل وتدريب الشباب الباحثين عن فرص العمل وتطوير مهاراتهم الرقمية وتنمية قدراتهم لمواءمة سوق العمل قرر مجلس الوزراء قيام حيئة الإعلام والاتصالات بصرف مبلغ 25 مليار دينار عراقي من حساب الخدمة الشاملة لتمويل المبادرة في عموم المحافظات شكرا